السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم اليوم إن شاء الله سنحضر مع بعض خلطات هي طبيعية من أروع ما يكون لتفتيح وتبييد لون المناطق الذاكنة في الجسم إزالة السواد كذلك إزالة لون البشرة الغير موحدة هذه الوصفة أيضا توحد البشرة سنستعمل وصفات صالحة لكل المناطق سواء للوجه للرقبة اليدين تحت الإبط ومختلف مناطق الجسم التي تلاحظون بها سواد وكما عودتكم دائما مكونات الوصفات هي طبيعية بسيطة وسهلة وغير مكلفة وقبل ما نتعرف على المكونات أتمنى منكم حبيباتي أن تدعموني بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو كذلك لتشجيع على إعطائكم المزيد من الوصفات والخلطات المجربة والمضمونة ولكم مني دائما جزيل الشكر والآن دعونا نتعرف على هذه الخلطات الرائعة جدا وسنبدأ الآن في الوصفة الأولى وهي صالحة لكل أنواع البشرة سواء البشرة الدهنية أو الجافة أو المخترطة أو حتى البشرة الحساسة مع بعض الاستثناءات للبشرة الحساسة سنحتاج بداية إلى أول مكون وهو ضروري وأساسي في خلطتنا لليوم ألا وهو النشا نشا الدراء أو ما يسمى بالميزنا فكما نعلم النشا يستعمل في العديد والكثير من الحية للتجميلية كما أنه يساعد في التخلص من الزيود الزائدة بالبشرة من خلال امتصاصها خصوصا البشرة الدهنية يعمل كذلك على علاج الطفح الجلدي وحكة البشرة ويقلل من حبوب البشرة والبثور وحب الشباب ويساعد أيضا على تخليص يعني البشرة من حروق الشمس وآثار البقع ولون البشرة الغير موحد سنحتاج كذلك في هذه الوصفة إلى الحليب المجفف أو بودرة الحليب فالحليب هذا يعمل على إعطاء كفاءة عالية جدا من الترطيب للبشرة ويخفف أيضا من البقع الذاكنة النمش الكلف حروق الشمس يوحد لون البشرة ويساعد على تفتيحها بشكل رائع جدا كما أنه يخفف من تهيجات البشرة وحساسيتها خصوصا بالنسبة يعني إلى البشرة الحساسة سنحتاج كذلك إلى مكون سحري ورائع جدا وهو الزبادي أو الياغورت الطبيعي فهذا المكون يعمل على التغذية الداخلية والخارجية للبشرة وذلك لأنه يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في ترطيب البشرة وكذلك التخفيف من مظهر البشرة الباهتة ويزيد من نظارة البشرة وإشراقها يصف البشرة ويزيل حبوبها وأيضا يخفف من علامات التقدم في السن وأيضا من الخطوط الرفيعة والرقيقة في البشرة التي تكون أيضا تحت العين وفي منطقة الدقن وآخر مكون سنحتاج إلى الليمون الحامد فكما نعرف الليمون الحامد هو من أفضل وأحسن المواد الطبيعي التي تعمل على تصفية وتنقية البشرة وتحفيزها على تجديد الخلايا وإزالة طبقة الجلد الميتة هذا بفضل احتوائه على الفيتامين سي لكن حبيباتي هنا لدوات البشرة الحساسة فيجب تجنب عصير الليمون الحامد أو يعني بإمكانكم الاستغناء عنه وتعويضه بماء ورد لأن ماء الورد رائع جدا ولديه خصائص يعني مقاربة جدا لعصير الليمون يعمل هو الآخر على شد البشرة وعلى غلق المسامات وكذلك يخلصها من التجاعد وكذلك يعطي تغذية دائمة للبشرة إذن بداية في تحضير الوصفة سنأخذ إناء مناسب سنضع فيه تقريبا مقدار ملعقة من نشاء الدراء أو من المايزينة سنضيف لها كذلك نفس الكيميا أي مقدار ملعقة من الحليب المجفف أو الحليب على شكل بودرة ثم سنبدأ هنا بدمج وخلط العناصر الجفة مع بعضها البعض حتى تتجانس المكونات الجفة ثم سنضيف المكونات السائلة سنضيف هنا ملعقة من الياجورت الطبيعي بدون السكر وبدون نكهة وكذلك سنضيف بضع قطرات من عصير الليمون الحامد هكذا هو مبيض ممتاز كما قلت لكم بالنسبة لدوات البشرة التي تكون حساسة جدا فمن الأفضل تعويض عصير الليمون الحامد بماء الورد ثم سوف نبدأ في دمج وخلط العناصر جيدا إلى غاية ما نتحصل على خليط يكون متجانس ويكون متماسك كما رأيتم أنا قمت هنا بوضع عصير الليمون الحامد قلت بالنسبة لدوات البشرة الحساسة بإمكانكم تعويضه بماء ورد نخلط جيدا إلى غاية ما نتحصل على شكل أو قوام كريمي إذن حبيبتي هذا هو الشكل النهائي إلى الخلطة بالنسبة لطريقة استعمالها وكذلك طريقة تطبيقها سنقوم دائما بوضعها على الوجه وكذلك الرقبة واليدين أو أي منطقة تريدون تفتيحها سنطبقها ونفرد هذه الوصفة على بشرة دائما تكون نظيفة أي من الأحسن أن نقوم بعمل بخار أو نأخذ فوطة نقوم بتبليلها بماء دافئ ثم نقوم بعصرها جيدا بعد ذلك سنقوم بوضعها على البشرة نتركها تقريبا مدة خمسة دقائق يعني هذا حتى تتفتح المسامات بعد ذلك سنقوم بوضع هذه الوصفة دائما بداية من الرقبة صعودا إلى كامل بشرة الوجه هذه الوصفة أيضا ممكن تطبيقها حتى على منطقة يعني الهالات السوداء منطقة تحت العينين لأنها تزيل كذلك الهالات السوداء وكذلك التجاعد والخطوط التي تكون تحت العينين سنتركها تقريبا لمدة تتراوح بين ربع ساعة أو نصف ساعة هذا كحد أقصى بإمكانكم استعمال هذه الوصفة يعني بشكل يومي أو كذلك استعملوها يوم عن يوم أو حتى كذلك أسبوعيا فهذه الوصفة كونوا متأكدون بأنها سوف تعمل على تفتيح البشرة بثلاث درجات على الأقل لمدة أسبوع يعني من المداومة والآن حبيباتي سننتقل إلى الخلطة الثانية بالنسبة كذلك للخلطة الثانية سنحتاج فيها إلى النشا أو ما يسمى بالمعزينة كذلك سنحتاج إلى مكون هو الآخر رائع ألا وهو جيل الصبر أو جيل الألوي فيرا يعني ممكن أيضا إذا كنتم لا تتوفرون على جيل الصبر الذي يكون معلب وجهز ممكن تعويضه بجيل الصبر الذي نستخرجه من النبتة أي هلام النبتة يعني لكم الإختيار دائما إذا كان الطبيعي متوفر فيكون أحسن إذا كان غير متوفر فاستعينوا فقط يعني بجيل الصبر الذي يكون جاهز هذا جيل الصبر رائع جدا 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 يعني يباع في الصيدليات وكذلك في شبه الصيدليات هو يناعم ويرتب البشرة أيضا يجدد البشرة يجدد شبابها ويقضي على التصبقات الجلدية منها حروق الشمس البقاء البنية النمش الكلف كذلك يعمل على توحيد لون البشرة الغير موحد عدا عن ذلك فهو يقلل من مجكلة الهالات السوداء يصف البشرة من حب الشباب الحبوب البطور كذلك تلك الحبوب التي تكون تحت الجلد فهو يزيلها بشكل رائع جدا ويجعل البشرة أكثر نظارة وأكثر مرونة يساعد الجلد على تجديد الخلايا والأنسجة لذلك من الأحسن أن نستعمل جيل الصبر كما قلت لكم الطبيعي بدلا عن جيل الصبر الذي يكون إصطناعي إذن سنأتي الآن إلى طريقة تحضير هذه الخلطة سنأخذ تقريبا مقدار ثلاث ملاعق صغيرة من نشط دراء أو ما يسمى كذلك بالميزنة هذا المقدار سوف يكفينا بعدها سوف أضيف ما يعادل تقريبا مقدار ملعقة هكذا ممتلئة من جيل الصبر أو جيل الألويذرا وسوف نحاول جيدا أن ندمج هذه العناصر إلى غاية ما نتحصل على خليط يكون متجانس هكذا نبدأ في خلط المكونات إلى غاية ما تتجانس كامل المكونات مع بعضها البعض فهذه البصفة سهلة بسيطة جدا وفقط يعني بمكونين فقط كما تلاحظون نتحصل على شكل كريمة رائعة جدا هكذا إلى غاية ما نتحصل على هذا القوام يكون بهذا الشكل يصبح القوام يعني تقيل شيئا ما كما تلاحظون هكذا على شكل كريمة تقيلة ولكن يعني بنسبة لفردها يكون سهل هكذا على البشرة دائما على بشرة تكون نظيفة نأخذ من هذا القوام أو من هذا الكرام نفرده هكذا حركات دائرية نضع طبقة ونفردها إلى غاية ما يعني تتشربها البشرة بشكل رائع جدا جدا فهو يعمل على إزالة التصبغات بشكل رهيب كما تلاحظون بعدما قمنا بوضعه فهو مبيض ممتاز جدا سنتركه تقريبا إلى غاية ساعة يعني ساعة فما فوق إلى غاية ما تتشربه البشرة بعدها سنقوم دائما بغسله كما يمكنكم أيضا المبيت بهذا الكريم وفي الصباح إن شاء الله يعني وضعه في الليل وفي الصباح تقومون بغسله بماء فاتر وبالغسول الخاص بكم هو مرتب كذلك مفتح مزيل البقاء وكذلك يعمل على علاج الحبوب وأثار حب الشباب إذن كما رأيتم الوصفتين سهلتين جدا ومن أسهل ما يكون المكونات طباعية والوصفات رائعة دائما اختاروا أي وصفة من بين الوصفات دائما على حسب المكونات التي تتوفرون عليها وعلى حسب إمكانياتكم اختاروا ما ينسب كذلك بشرتكم وداوموا عليها تقريبا لمدة أسبوعين إلى غاية ما تلاحظون أن بشرتكم تحسنت وأنها قد بدأت تتفتح وأن الحبوب يعني شيئا فشيئا بدأت تختفي تدريجيا إن الوصفات كلها طبيعية أتمنى أن أكون دائما عند حسنة ظنكم إذا أعجبتكم وصفتي طبعا لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء والمعارف حتى تعم الفائدة إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء